أكيد استخدام الهايدروجين الأخضر أهميته أنه يستخدم كوقود في وسائل النقل مثلا نقدر نستخدمه في محركات الاحتراق الداخلي كبديل مثلا للوقود ويبقى صديق للبيئة في نفس الوقت ده حقيقة يا فندم طبعا الناس لازم تعرف برضو أنهنا مش سباقين أوه في هذا الموضوع ولكن احنا الحمد لله بدأنا بوطيرة سريعة لازم نتطرف أنه يبقى فيهم الأيام حاجة اسمها مثلا محطة وقود هيدروجين أخضر زي محطة بندين زي محطة صدار زي محطة غاز عندنا طبعا في جمهوراته في شركة أرامكو ودهوراته في السعودية بدأ أريد بالفعل أن فيه سيارات ماشية بالفعل بالهيدروجين الأخضر صديقة البيئة ومكتوب عليه طبعا كانت ده جريد جريد هيدروجين فده ده المستقبل بتاع البلاد في هذا الخطاب ده موضوع حدوك بيحد من موضوع التراث البيئي بيخلي الطبيعة خضراء ما فيش أي غير درجة حرارة وده هدف كله في هذه الأشياء فإن شاء الله قريبا هنشوف محطات هيدروجين أخضر لأنها تكون بعمل التمويل السيارات بأسعار طبعا زهيدة مش زي الوقود الأحفوري لأنها تعتبر طاقة متجددة مستمرة ولاس الطاقة أحفورية زي البنزين والغاز ستنظر في يوم الأيام